كنت حاب نصفي الخلاف اللي بيني وبين تراب كينغ ونجبت روحي من الراب لكن الناس ما حبتش تصفي نيتها وبقاتل الخلافات والعدو يبقى عدو مكاش مصالحة أنا باباهم في الراب نقولها بكل ثقة بهذه الكلمات أعلن الرابير المثير للجدل ديدين كانونساز وفي حوار ليه مع إذاعة موزايكة تونسية عن عودة علاقته بغريمو تراب كينغ إلى نقطة الصفر أي لكلاش والعدوة وكان ديدين أعلن قبل أيام اعتزال الغناء لكنه سرعا ما عاد لحلبة وهو ما كنا تكلمنا عليه في عدد سابق من برنامج كلوزر خاصة أنها ماشي المرة الأولى ليعتزل فيها ويرجع بعمل جديد وهذه المرة قال بأنه رح يعود بأغنية تخطيني 2 المفارقة أنه ديدين أرجع سبب اعتزاله بكل تواضع إلى وصوله للصدارة وتربعه على عرش أغنية الراب وأنه عاد للحلبة لأنه ما لقاش من يخلفه في الراب باش يسلم له الشعلة وأضاف كانونساز كين حبس الراب نهائيا ندير صورة في مكة المكرمة إن شاء الله من الكلام اللي سبق نستنجو بسرعة أنه ديدين عاش ضغوطات كتير مؤخرا هي ربما الإخلاة يعلن الانسحاب وهذا نتيجة المؤامرات تحاك ضده من قبل بعض منافسه ولهذا كان ديدين في حوار مع إداعة موزايك يصير على أنه أحسن مغني راب في الجزائر في رسالة أرادها باش توصل لتربكينغ وديبلاك وغيرهم موسيقى